بساء الخير عاملينيه يا رب تكونوا بخير. الفيديو هتكلم فيه عن مميزات وعيوب انسة او فتاة برج الصور. كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات عن مميزات وعيوب رجل برج الصور والمرة دي بقى الانسة. يلا نبدأ في الموضوع عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة هي معروفة بالقوة. قوية يعني تتحمل المسئولية وعندها قوت احتمال يعني. كمان زكية. وهي من الشخصيات العملية جدا. اه صبورة. عندها الصبر ده الحاجات يعني اللي تميزها وما بتخضبش بسرعة. هادية جدا. هادية لدرجة يعني ان هي مش عايزة اقول البرود بس هادية لدرجة كبيرة يعني اللي هو صعب ان انت تستفزها او تستفزيها. كمان عندها حتة ان هي تحب تهتم بالمعرفة. يعني تحب تعرف وتتعلم. وكمان تحب تكتشف كل جديد وتصقف نفسها. اه متمسكة بمبادئها. عندها المبادئ من الاساسيات. بتتمسك بمبادئها. اه عملية جدا. اه بتعرف اه تتماسك في المواقف الصعبة واللي فيها توطر. وبتعرف يعني تقوم بالمهمة دي. وده طبعا جاي من القوة والحزم اللي هي في شخصيتها. وكمان مش بتنسحب بسهولة. بتعرف تتعامل مع المواقف. صديقة مخلصة. ملحفة الاحساس. وكمان بتحب تقدم الدعم زي ما هي هتدعمني دلوقتي. وتعمل لي لايك. وكمان تشترك في القناة. عشان تشوف كل جديد من فيديوهات بنواعة يعني. تشوف معلومة جديدة نزلتها. اي فيديو جديد نزلته. اكيد برضو هتدعمني انا كمان يعني. اه بتحب الدعم الناس اللي بتصق فيها. وبالمناسبة هي مش بتصق في الناس بسهولة يعني. بس هي بتحب بتدعم الناس الورعيبين منها واللي بتصق فيها. وهي صديقة مخلصة جدا لصحابها. هي مرحة جدا. خرضو من ضمن المميزات. مش بتحب النكد. اه مشاكسة. مشاكسة يعني نقدر نقول لمدة بس اللمضة اللي هي اللذيذة دي يعني. عارفين فيه لمضة كده من البنات بطبعة لذيذة. طبعة. فيها نكشة كده. هي مشاكسة. اللمضة الحلوة دي. الخلاصة يعني هي تتلخص في حاجة كده مكتوبة في الاخر. الخلاصة. الحكمة والقوة والنعومة والانوسة والعطفة. دي امرأة بورج الصور. هدخل على العيوب. والعيوب مش معنى كده اني العيوب لازم تنطبق على صاحبة البرج ولا المميزات كمان. مش شرط. احيانا تكون موجودة واحيانا لا. انا بس بحب احكد في الحتة دي دايما. يلا بينا. اول عيب هي الغنضة. اه مش بتحب تتكلم في اللي بتفكر فيه. ده اول عيب. كمان هي بتحب الروتين يعني تقليدية جدا. ممكن تكون مملة لبعض الناس. من كتر ما هي الروتينية يعني. عنيدة. ومش بتحب تسمع الرأي الاخر. عنيدة واللي مكتوب يعني ان عندها ده بيبان في المواقف. يعني هي في المواقف بيبان اوي انها عنيدة. غير ان هي مش بتحب تسمع رأي حد يعني تحب تسمع اللي في دماخها وبس. مش بتعرف تسك في حد بسهولة ودايما بتشك في اللي حواليها. كمان من ضمن العيوب لو حد ازاها مش بتعرف تسامحه بسهولة حتى لو اعتصر. ما بتسامحش. هي كمان نرجيسية. يعني بتحب نفسها جدا. عنديها حب النفس اه كتير شوية. وكده ابوصلت لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو او عجبك الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك. ولو مش مشترك وياريت تشترك عشان او تشتركي عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات النواع انا قناتي دي بنزل عليها احيانا معلومات حاجة عملت سيرش عنها معلومة قريطها تجربة شخصية كل دي حاجات بطلع اتكلم عنها وبنزل فيديوهات عنها وبهتم دايما بالمعلومات لان انا بحب اقرى كتير واعمل سيرش كتير فحب افتكو يعني. بس كده. شكرا اوي ديكم. ناسرم